صباح الخير والجمال على مشاهدين قناة الصحة والجمال صباح جميل من أم الدنيا على كل الدنيا أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا حكاية بلدنا حكاية بلدنا مش حكاية مجرد حكاية بسيطة لا، إحنا هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم وهو موضوع الإدمان موضوع بيهم كل الشعب المصري في البداية أحب أن أرحب بتضيف اللي معي الشيف عبدالله الحلواني، صباح الخير يا شيف عبدالله صباح الخير أستاذ إسلام شيف عبد الله سأقدم لنا أي نهاردة؟ سأقدم لكم تورتايا عبارة عن عجين سكر وهو 3D المقادير بتاعت التورتايا؟ المقادير بتاعت التورتايا عبارة عن سبونش دي تورتايا بيضة و دي تورتايا شوكالاتة دي سبونش أبيض مع كريمة بيضة والبطس بتاعها منبرة كريمة زبدة عشان خاطر يحفظ التورتايا إن هي العجين مريحاش تمام تمام؟ تمام قول بقية المقادير بتاعتك؟ و ده عجين سكر عجين سكر أحمر و عجين سكر أبيض و عجين سكر أصفر و ده عجين سكافيه عجين سكر و ده عجين أسود طيب ايه بقى؟ ايه يعني ايه الفرق بين عجين الأسود والعجين الأبيض والعجين الأصفر يعني ايه كل حاجة لاستخدمها في موضوع التورتا ولا بتفرق؟ أكيد طبعا بتفرق معها في الدكور بالنسبة للشكل النهائي اللي بتورتا بس او تركيب الألوان أستاذ اسلام والعجين كله طعم واحد بس هوا بتفرق تركيب الألوان اه هي بتفرق تركيب الألوان و بتفرق بس بماعك انت بتستخدمها في الزواء النهائي أو في الشكل النهائي تمام هو هو عبارة عن الشكل النهائي فقط مغارية يعني ملاجعة بالعجينة نفسها يعني الطرطة مثلا ما بتبقى صمرة أو صفرة ملاجعة مش العجينة نفسها هو مقراب بالشكل النهائي او الحشو الداخلي ده بيبقى وبرا عن حضرتك انت بتحتاج ايه محتاجها شوكولاتة محتاجها بيضة في أصناف كتير طبعا في أصناف كتير في الغرب بالذات يعني طيب تتفضل تشتغل هنا يا حاضر كنت شغال بقى طبعا خطواتنا برضو دلوقتي هنجيب دلوقتي دي القعدة بتاعت الترطة هنكسيها أبيض هنغضب العجين كويس أهم حاجة بقى أستاذ إسلام ان احنا نجيب ايه العجين كويس عجينة الترطة زي اي عجينة ولا بيبقى لها وضع مختلف مثلا يعني نفس المعدير دقيق ومية وحاجات من كده ولا بيبقى لها وضع مختلف بالنسبة لان دي طرطة مثلا لا هو هو نفس المعدير هو هو نفس المعدير نفس المعدير العجينة العادية نفس العاجينة العادية لكن بيختلف في ايه بقى أستاذ إسلام هناك مثلا كوبكيك عجين كوبكيك غير عجين الفضش غير عجين كل عجين ولمقداروا يعني الانجليش كيك والكوبكيك حاجة تانية خالص كل حاجة أقول لها طبعا العجينة بتختلف العجينة بتختلف كل عجينة وأقول لها مقدار سوف تفرد العجين حسب السمك والدكور حاء العجين ليست تحتاج العجين تختلف طبعا من الطرطة على حسب الشكل هل تختلف على الادكور بعد حسب الدكور في الادكور سوف يكون العجين ليس وضع الشكل الحسن سوف يكون الأمام سهل معك في الفرد ويتم ترقى الادكور دلوقتي طبعا ايه عن بل القاعدة كده مياه عشان خاطر العجين يمسك فيها استاذ اسلام دلوقتي طبعا اسمها مكوى يجب ان تفرغ الهواء بين المجسم الذي تشتغل عليه و بين العجين نبتدي بقى ان احنا ايه نقص كده على معلس القاعدة من رأيك عبدالله من الجاتوهات عموما او الترد بشكل عام من الحلويات السهلة ان اي واحدة في البيت تعملها ولا لازم يبقى شيف متخصص او في الحلويات والله هو مش لازم نشيف متخصص مش لازم نشيف متخصص هو ممكن اي حد يعملها بس هو عمات التورت والجاتوه بتبقى ايه يعني لها صنعة مخصوص مثلا او لها شكل مخصوص هو الغرب عمات انزوه والصنعة تختلف طبعا مع ايه مع الاستمرارية في الشغل يعني انا دايما على طول بعمل تورت وبعمل جاتوه فهتلاقي في استمرارية فهتلاقي الايد ايه يعني اكتر شغلك حلويات او انا شيف حلوان اكتر شغلك حلويات بس تمام دلوقتي هنشتغل بقى في الايه طب هو العجين ده جامد ده هنحس انه جامد كده في ايدك ليه ولا يعني ده كنت تحطه في تلاجة ولا هو لازم يبقى كده لا هو لازم بيبقى كده هو بيبقى قطرة من كده بس انا بشد العجين شواء انا بتكلم على كده المفرض ان العجين بتبقى طرية جدا يعني في ايدك كده بتبقى طرية جدا بس انا لازم بشدها شوية بديها بودرة اسمها CMC البودرة ده بتشد العجين ايه ليه برضو عشان ايه عشان خطر العجين يبقى جدا شديد معايا مرايحش بسرعة والترتامة تطاقهش فوقه بعضيها تمام في نفس الوقت لما تيجي تفرده يبقى ايه مظبوط معاك هي دي بقى الصنعة اللي بنقول عليها هي دي بقى ايه اللي نكلم عليها هنا الصنعة بقى هنا الصنعة نفرد نشا كده اهم حاجة بقى في عجينة السكر النشا تضيف لها نشا كتير يعني وكلام من دولة لا مش نشا كتير انت بتديها نشا عشان خطر تقدر تتحكم فيها كمان نشا كتير نشا كتير نشا كتير نسا كتير دعوني مم durant ، تمام ما أنت الله نبين Out نبتدي بقى ان احنا ايه؟ نفرغ الهواء ونجسم العجينة على التورتاير وتستخدم المكوى برده واستخدم المكوى عشان نفضي الهواء نفضنا معاك الشولا ايه مما نخرج فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا ورجع نلكم بعد الفاصل ومازلنا في اطار الحديث عن موضوعنا او حكايتنا اللي اصرناها النهاردة موضوع الادمان في الاول يسعدني ويشرفني ان يكون ضفي النهاردة في موضوع الادمان تتحدث معانا بشكل افضل عن موضوع الادمان الاستاذ اهاب سليمان مرشد نفسي ورئيس مجلس ادارة مركز ستارت الاعادة التأهيل سباح الخير استاذ اهاب سباح الخير فاندي طبعا زي ما احنا عارفين ان الموضوع الادمان موضوع صعب جدا وهو موضوع العصر او هو الموضوع اللي شاغل طبقة كبيرة جدا من المجتمع المصري احنا في الاول عايزين نعرف كلمة ادمان ايه معنى كلمة ادمان ويه اسباب الادمان والله بالنسبة لكلمة ادمان اه تعددت يعني التعريف لها اه ممكن نقول الادمان هي كلمة اعتياد على ممارسة السلوك معين دون النظر للعواقب ده من احد تعريفات الادمان من احد تعريفات الادمان اللي اعتمادية ان الشخص بيعتمد على مؤثر خارجي لتحقيق السلام الداخلي جواه اه لو هنيجي نختصر معنى الادمان في كلمة صغيرة هنقول under control او تحت السيطرة ان الشخص المدمن ده شخص تحت سيطرة مخدر او تحت سيطرة عمل او تحت سيطرة جنس اي امكان نوع الادمان لان انها نوع الادمانات متعددة يعني في ادمان جنس في ادمان عمل في ادمان مخدرات طبعا احنا بنسمع عن حضرتك مدمن نت مدمن شرب اي امكان احنا بنكلم الوقت عن كلمة ادمان الكلمة نفسها عادت مستخدمة في امور كتير بزبط مش شرط المخدرات لو احنا عايزين نبسط المفهوم شوية هنقول اي حاجة هتأثر عليها بالسلب وانا معتاد على ممارستها او مصر على ممارستها وانا شايف العواقب قدامي ده ادمان النهاردة لو انا رجل بتعمل مع النت والنت ده بخليه منزليش اروح اشوف الشغلي او اشوف اولادي او اتبع مهامي كل ده ما اثر عليها بالسلب فهو ادمان النهاردة السجائر ادمان النهاردة الجنس لو في ممارسة سلوك معين هي السلوك مرض الادمان مرض سلوكي خاص بممارسة سلوك دون النظر للعواقب يعني في الاساس اهم دفع ليه هو السلوك اه طبعا هو اصلا مرض سلوك هو مرض سلوك يمكن مدمن المخدرات مدمن يعني ايه عشان ادمن شيء غير مقبول في المجتمع شوية فهو اتفضح يعني الموضوع وصمة عار فهو ده اللي خلاه معروف شوية انما لو هنيجي نتكلم عن انواع الادمان انواع ادمانات كتير جد طبعا ده ما انا معتاد عن ممارسة سلوك فهو انما لو جينا نتكلم عن اسباب الادمان اه اسباب الادمان متشعبة شوية يعني فيه اهل يعتقدوا ان هما اساء التربية ده معتقد غلط لان التربية دي حاجة من ضمن الحاجات اللي ممكن تأثر على المدمن المجتمع البيت او العائلة ده جزء او شق انما النهاردة فيه اقرارهم اللي هو مرقل الصحاب بعد كده اللي هو بيقابلهم في جينات ورصية في بعض الاحيان فيه اسباب كتير بتأدي اه للادمان بس حضرتك الناس بتقول ان المؤثر الاكبر في موضوع الادمان بيبقى الاصحاب السوق او صدقاء السوق دايما الناس ترجع الموضوع ده لكده ان انت مصاحب صديق سوق يبقى هتبقى مدمن يبقى هتعطى مخدرات هتشاب سجاير يعني دايما واقع الجزء الاكبر من الموضوع الادمان على اصحاب السوق بس هقول لحضرتك على حاجة طوله ما انت معرفت اش توظف ابنك في تربيته لمهام صح يبقى انت اسبت له جزء كبير جدا من الفراغ الفراغ ده هقدي بيه ان هو هيبدأ يوظف المهام دي او الطاقة اللي جواه حسب مفهومه او تفكيره فاللي بيحصل ان هو بيطلع للشارع ثقافة الشارع مختلفة عن ثقافة البيت طبعا لو انا النهاردة بش معاهله او موظف طاقته لحاجة ايجابية زي مثلا لما بيجرب ابني وهو صغير باودي حمام سباحة باودي مارس رياضة معينة بشوف مهاراته ايه بابدأ اوظفه قبل ما هو يوصل للسن معين يبدأ مفيش توظيف لطاقته فهو يبدأ يوظفها بناءا على هيقابل في المجتمع فييجي قبله بعد اقران السوق حظه ان هو لقى بعد اقران السوق فبنسترع ليه ضغط النهاردة هو لو طلع لقى دكترة التعامل معاهم فمش هيبقى طبعا بتأثر بالبيئة او المجتمع اللي تحط فيه او الوضع اللي تحط فيه فالصحاب السوق مؤثر كبير فعلا زي ما انت بتتكلم يعني طيب هي حضرتك الموضوع الابمان ده انتشر بفترة كبيرة او انتشر بشكل كبير وشكل واسع جدا بين الشباب في الفترة اللي احنا عايشينا ديك او في الكام سنة الاخيرة هل ده علاقة بالمجتمع او ده علاقة مثلا بالاوضاع اللي البلد عيشاها الوقتي لو جينا بصينا على البلاد اللي فيها وضع زي عندنا كده في ظهرة الادمان وفي تزايد وفي مخدرات بتظهر بنسبة ازياد بيرجع للظروف الاقتصادية للبلد وحالة الوعي فيها وحالة التعليم فيها اسباب كتير جدا لو جينا بصينا على وضعين احنا لو هنتكلم على ظهرة الادمان اللي عندنا ليه بتزيد دلوقتي هنلاحظ ان كل ما الفترة الاقتصادية البلد فيها بتبقى صعبة الاب ببدأ يشوف شغل والام ببدأ تشوف شغل وبدأ كل واحد يهتم بمهام حياته يعني احنا عايزين نعيش وبالتالي بتلاقي ان مفيش حد بيبدأ يرسخ في الشخص الثقافة اللي بيقدر يتطبع بيها صح فخلاص اصبح الوقتي الوضع الاقتصادي صعب مفيش وعي الفرق ما بين المدمن وما بين المتعافي وعي النهاردة هل انا وعيت او الناشئ اللي انا بطلعه في وعي سليم ولا مفيش وعي سليم فاحنا بنشوف النهاردة ان الثقافة اللي في البلد مفيش وعي لمجتمع الادماني يعني مفيش وعي كويس للأسرة فيش وعي ثقافة ان احنا نوعي الأسرة والشباب من الادمان حتى انا تملي بقول ان مفروضني بقى فيه برامج أساسية للموضوع دو تدعم الأسرة لان النهاردة نتيجة ده الأسرة النهاردة عندها مشكلة ومشكلة الادمانية مش عارفة تحل ازاي كل واحد بيحل من وجهة نظره القب بيقولك انا هحبسه شوية الأم تقولك هستلاه بعيدة عن ربنا هستلاه تربيتي ما كانت بشي كويسة كل دي أسباب ملاقاش علاقة بالحقيقة الحقيقة ان الوعي الصحيح للموضوع لازم يوصل للأسرة الأول عشان الأسرة دي هي اللي هتربي وبالتالي لما الأسرة بيبدأ في حالة انشغال عن لقمة العيشة عن الشغلها طبعا هي الأمور الحياتية فبيبدأ النهاردة ان هي بتسيب التربية الحقيقية اللي هو البيت لان هو اسمها تربية وتعليم فالتربية قبل التعليم فالنهاردة لو ما فيش حد معتني بموضوع التربية يبقى اللي احنا فيه نهاردة نتيجة طبعية جدا ان هو يحصل استاذا حضرتك وانه احنا نبص على الشيف كده نشوفه وصل لفين اتفضل طبعا تمام بعد كده ادتها شريط أصفر من فحت عشان يعمل عاكس مع الترطايف ازاي ما فاهمت حضرتك اما حاجة اللون تنسك الألوان مع بعديها تنسك الألوان دي شيء مهم جدا برضو نفس السمك بتاع العجينة بطر نفس السمك بتاع العجينة اه نرجع التاني لأستاذ اهاب طب أستاذ اهاب بالنسبة للنساء والفتيات اللي عادي الوقت كمال هما رخرين مقبلين على الموضوع الإدماء ايه تفسر بإيه الظاهرة دي خاصة ان احنا كمجتمع مصري عندنا الموضوع ده طبعا عيب جدا ان سيدة او فتاة تتعطى مخدرات نرجع للنفس السبب ان ما فيش اهتمام البيت بالبنت النهاردة البنت بقى فيه مفتاح يعني الموضوع اختلف عن زمان النهاردة فيه نت فيه ان هما بيبدأوا ان هما ينبهروا بالثقافة اللي برة ان هما بيشوفوا التحرر بتاع البنت الساعة احنا بنستخدم الكلام غلط او ما بيستخدمش الحرية صحة النهاردة طبعا مفيش حد عنده منع تماما في حرية المرأة ده موضوع رئيسي وبالنادي بيه وكل حاجة ولكن النهاردة فيه خط رفايع او ما بين حرية المرأة وتحررها ومبين الفلات اللي احنا فيه الوقتي او اللي بيحصل الحرية مفهومة غلط يعني مش هو ده الصحة النهاردة احنا بنبهر بالعالم الخارجي طب هما النهاردة لو جينا نبص النتيجة حقيقية هما عندهم النهاردة نسبة الإدمان يعني مقارنة طبعا بمعدل السكان احنا عندنا اكتر على الرغم ان هما عندهم الموضوع فريق اكتر بس هما عندهم وعي اكتر هما بيعرفوا استخدام الحرية صحة احنا بناخد المظهر بس بتاع الحرية اللي احنا بنفرح بيه الشكل العام بس اه بنستخدمه ما فيش وعي صقافي اصلا عندنا لا لا احنا شايفين بس الشكل بناخد بس الظهر اللي قدامنا وخلاص بنقلت بس وياريت كمان بنستخدم الظهر بشكل الصح لأ بنستخدمه بشكل وعال احنا بقى هنضيف عليه اللمسة المصرية اه طبعا لازم طبعا اساسي حقيقي طيب حضرتك كرئيس مجلس ادارة مركز ستارت لعادة التأهيل احنا عايزين نعرف كالشخص المدمن اللي عايز يتعالج خلاص عايز كرر ان هو يطلع من الموضوع ده او من الوباء اللي اصابه ده وعايز يبدأ يتعالج بيخش بيهي طبعا بيتقدم لحضراتكم هناك في مركز التأهيل في مركز ستارت اه مراحل علاج الادمان ايه بقى عند حضراتكم هي مراحل علاج الادمان اه في المجتمع العلاجي عندنا معروف اه بينقسم المراحل علاج الادمان لمرحلتين في مرحلة الاولانية اللي هي خاصة باعراض الانسحاب ودي مرحلة طبية بحتة يعني بيقوم بها على اساس اه دكتور بيشوف الحالة وبيبدأ يشوف الاعراض الانسحابية بتاعتها وبيحدد الفترة اللي بتخلص منها المتعاطي من اعراض الانسحاب والفترة دي عموما بتتراوح من اسبوع لعشر ايام حسب اه وهي فترة أعادة التأهيل في الغالب الشخص المدمن بيبقى خايف من الإطبال على موضوع العلاج هو من خوفه من أعراض الانسحاب الجسدية على رغم أن الجوانب الجسدية يعتبر جانب من ضمن جوانب مرض الإدماء إنما الشك الأكبر هو أعادة التأهيل وهي دي المرحلة فعلا الصعبة دي اللي هي طبيعة مرحلة أعادة التأهيل مرحلة أعادة التأهيل لها طبيعة في الغالب ميبقاش فيه وعي وهو داخل يبطل بيها لازم بيقى فيه مرحلة تمهيدية بتبدأ تفاهمه يعني إيه إن أنت بتعمل ريكوفري أو أعادة التأهيل أعادة التأهيل النهاردة أيما على تدريب الشخص دوت على مهاراته ومبادئ معينة من خلال مجموعة برامج عالمية معترف بيها في علاج الإدمان إزاي يقدر النهاردة يطلع يواجه المجتمع بشروطه إزاي النهاردة أقدر أعلمه سلوكيات جديدة غير اللي هو كان باتباعها إزاي النهاردة أقدر أغير طريقة التفكير المريض اللي هو كان بيفكر بيها واللي كانت معي شاف حالات من الإنكار والوهم والغياب التام عن المجتمع إن أنا أبدأ النهاردة أخليه أعترف بالحقيقة وينزل على أرض الواقع وإن أنا أبدأ أدربه النهاردة من خلال برامج قايمة على مجموعة مبادئ وقصص وأخطاء تفكير اللي أبدأ نعدلها وفي خيخ نفسية ممكن نصححها في عدة برامج مستخدمة في الكلام دوت في عادة التأهيل يعني موضوع مش موضوع علاج بس مجرد مثلا برشام أو دواء أو كلام ده لا ده موضوع نفسي كمان أكتر يعني موضوع نفسي أكتر من مادي طبعا الموضوع البرشام وعرض الانسحاب ده بيعدي في فترات أيام إنما عادة التأهيل دي فترة ممكن تقعد طول عمره وهو لازم يداوم على ممارسة مبادئ معينة عشان يقدر إنه هو يواجه المجتمع طبعا نغير طبيعة جسمه كمان من وضع الوضع أو طبيعة فكره من وضع الوضع هو طبيعة جسمه دي حاجة طبعية أكيد النهاردة حد كان متعاطي ما كانش مهتم بصحته طبعا في عادة التأهيل بنبدأ نعلمه إزاي يرجع يبقى عنده أمانة مع نفسه أمانة مع جسمه ويعرف إن دي أمانة وإن أنا بقى أحافظ عليه يرجع للموضوع ده تاني آه طبعا بس الأكتر من ده هو جهاد النفس إزاي النهاردة أنت تتخلي الشخص ده من شخص في مرحلة لا وعي إنه هو شخص يقذ معترف بالحقيقة ما عندهش أي مشكلة ولا أدنى مشكلة في إنه هو يعترف بالغلط لإن النهاردة اللي اعترف بالمشكلة جزء كبير من التصحيح هو يعتبر بيغير من نفسه جدا هو يعتبر بيغير من نفسه خالص يعني زي ما حضرتك قلت من مرحلة اللا وعي لمرحلة وعي وبيرجع كإنسان طبيعي في المجتمع بيبدأ يتعايش من المجتمع يعني بيعتبر زي ما بنقول كده بيتولد من جديد بس أنا هقول لحضرتك على وصف أحسن من كده تملي الشخص الطبيعي اللي هو ما بيشربش مخدرات هو شخص واحد طول عمره بيفضل بطبيعته وما لهش عركة بالمخدرات الشخص اللي بتعطى مخدرات هو ثلاث أشخاص شخص قبل ما يتعطى مخدرات خالص كان ليه طبيعة اللي هو التربية وهو صغير وأول ما بيدخل في دائرة المخدرات بيبقى شخص تاني خالص بيختلف عن الشخص تملي الأهل تقول لك ده بقى بني أدم تاني في مبادئ انحلت في أخطأ تفكير حصلت نتيجة ضغط الأكران والسوق والكلام اللي بيحصل في المجتمع المؤسرة الخرجية اللي بتأثر عليه فعلاً فبيتحول لشخص تاني خالص عن الشخص اللي هو كان بتربي في البيت لما بيجي يتعافى بعد مرحلة قعدة التأهيل احنا بلنا عليه شخص ثالث خالص الحقيقة إن أجمل وصف هو الشخص الثالث الشخص الثالث اللي هو هو خلاص اتربي على ناشئ معين وغلط وجي بعد ما مارس التجربتين دول أصبح شخص النهاردة بقى عنده خبرة حياتية قدر يواجه بها المجتمع بشكل أفضل الحقيقة إن احنا ما عندناش الوعي ده أو ما عندناش الثقافة دي تملي بنبص للشخص المدمن المتعافي إنه هو شخص عنده وصمة عار ما بتخلص على الرغم إنه هو شخص بيطلع قادر إنه هو يمارس مبادئ معينة الله يعني مع كلام حضرتك هي المشكلة فينا إن أي واحد بيبع عنده مشكلة سابقة مش شرط كمان إنه هو مدمن حتى يعني لو صدفت إن واحدة مطلقة أو شخص كان مسجون في قضية ما وخرج بيفضل دايماً وصمة عارفة حياته هي ده نظرة المجتمع المصري شوية للناس اللي كانت في مشاكل وتعافت منها أو كلام من ده تبقى نظرة حدة شوية إنه دايماً بصص اللي كان مسجون ده مثلاً إنه هو خلاص كده بقى مشكلة ما تتعاملش معاه المدمن حتى بعد ما تعافزها ما حضرتك قلته بيخرج شخص جديد لا بس هو الفكرة برضو إنه هو مدمن ما تتغيرش منه برضو الطبيعة دي بتأثر على الشخص ده مثلاً ممكن تخليه إنه هو يرجع تاني للموضوع ده موضوع الإدمان ده تاني من نظرة المجتمع إنت شايف إسلام النهاردة شخص إحنا كلنا زمان مشكلة الإدمان بالنسبة لنا كانت موت يعني الشخص الموت من ده شخص ميت بالنسبة لنا إنت شايف النهاردة شخص قدر يتغلب على نفسه ويجاهد نفسه ويطلع من مشكلة كبيرة جداً زي الإدمان هل ده شخص ما يستهلش من المجتمع الاحترام؟ ده طبعاً هل ما يستهلش من المجتمع الاحتواء واللي نحنا نبدأ نشوف إنه هو ينتمي لنا من جديد ونغضف في حضننا من جديد؟ ولا إحنا نهاردة نفضل نوصيه مواصمة عار تخليه فعلاً يفقد الأمل أنا كده كده بتحاسب طيب بالنسبة لبرامج العلاجية دي نسبة نجاحها دي بتحقق نسبة نجاح عالية ولا نسبة نجاح متوسطة؟ هو حالياً حالياً ممكن نتكلم عن ثلاث برامج أساسية أي معلع علاج الإدمان في برنامج اسمه المعرف السلوكي وده برنامج خاص بأخطاء التفكير وأنه يعلمه مهارات معاناة زي التزين الحياة وتوكيد الحقوق ودارة الغضب وبعض المهارات التانية في بعض الأماكن بتشتغل على نظام المعرف السلوكي فقط البرنامج المعرف السلوكي نسبة نجاحه بتتراوح ما بين 28% لـ 35% لو احنا اعتبرنا إن احنا بنعالج من خلال المعرف السلوكي بس آآ في برنامج تاني وهو برنامج الدعم الزاتي أو زي ما بيتقال عليه برنامج لـ 12 خطوة زمالة المجمين المجهولين البرنامج دوت بيحقق نسبة نجاح آآ وطبعاً ده برنامج أي مع المجموع من المبادئ يعني آآ بتتراوح ما بين 48% لـ 55% آآ الحياة من اللي حصل دلوقتي إن احنا بنبدأ نعمل دمج ما بين المعرف السلوكي وما بين آآ الدعم الزاتي عشان نوصل لنسبة نجاح ما بين 68% لحوالي 73% آآ ده بيبقى أفضل طريقة للعلاج وبنضيف عليهم كمان برنامج مانع الانتكاسة أو الوقاية من الانتكاسة ده بيكون أفضل آآ كمان تماماً فنم شرفتنا حضرتك هنخرج فاصل ورجعي موسيقى 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 مرجعنا لكم بعض الفاصل ومازلنا في إطار الحديث عن نفس موضوعنا موضوع الإدماء يسعدني ويشرفني في فقرة التانية أن يكون معايا الأستاذ مؤمن العقيلة المحامي بالنقض ومستشار التحكيم الدولي صباح الخير يا فندم صباح الخير أهلا صباح الخير حضرتك يا فندم زي ما تابعت معنا حلقتنا جزء الأولاني كنا بنتكلم عن الإدمان من حيث أسبابه وطرق علاجه إحنا حاليا عايزين نتناول الشك القانوني لأضايا المخدرات وعقوبات المدمنين بالشكل العام إحنا عايزين بس نعرف من حضرتك إيه أهم الأضايا المخدرات اللي تم ضبطها مؤخرة بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا أنا بحييك على اختيار موضوع اجتماعي قانوني يعني في شق اجتماعي وفي شق قانوني ممكن الفقرة السابقة أنا سمعت شق الاجتماعي وأسباب انتشر الإدمان أو المدمنين والأثر هذا الإدمان على المجتمع وعلى الأسرة وعلى الفرض ناحية القانونية طبعا القانون أفرض عقوبات كبيرة جدا لجرائم المخدرات وحدد ما هي جرائم المخدرات في القانون يعني لو كلمنا عن جرائم المخدرات هتلاقيها أكثر من جريمة فيه طبعا أولها المتعلق بالمدمنة جريمة تعاطي المخدرات دي تعتبر في حكم القانون جناية أو تكيف قانون جناية تكيف قانون جناية والعقوبة فيها طبعا عقوبة شديدة جدا فيه جريمة أخرى زي جريمة الإتجار في المخدرات ودي طبعا اللي هو التجار المخدرات اللي هما بيتجروا ويمتهنوا هذه المهنة الغير قانونية ويوزعوا المخدرات ويتجروا فيها فيه جرائم أخرى برضو جرمها قانون العقوبات وهي جريبة زراعة المخدرات وإدارة مسكن لطاعات المخدرات دي كلها جرائم عشان الناس تبقى عارفة وفيه جلب المخدرات اللي هو إحضار هذه المخدرات وإدخالها للقطر المصري تكون جاية من بره بالنسبة لآخر القضايا اللي هي تم ضبطها طبعا إدارة العامة لمكافحة المخدرات بتقوم بجهود كبيرة جدا لضبط كل قضايا المخدرات ومحاربة إتجار المخدرات والكلام ده كله فيه يمكن أتذكر من خمسة أيام إحباط محاولة جلب أربعة طن حشيش ودخول البلاد هنا في ميناء الأسكندرية والحمد لله كان تشكيل عصاب كبير جدا في مصريين وغير مصريين تم إحباط وضبط شحنة كبيرة جدا جاية من إحدى الدول العربية دخولها مصر في ميناء الأسكندرية وكانت جاية على أنها حاويات تحوي مواد غزائية وتم ضبط هذا الضبطية عبارة أربعة طن حشيش يمكن تقدر هذه الصفقة الكبيرة المخدرات دي تلتمية وتسعين مليون جيني مصري فدي ضربة كبيرة جدا السموم كتدخل البلد لو اتكلمت بها صلى الله عليه وسلم عن العقوبات النص عليها قانون العقوبات فيما تعلق بجرام المخدرات هتلاقي حسب الجريمة ولكن برضو احنا عايزين نقول للناس ان في اتجار مخدرات دي جريمة وفي طاعات مخدرات دي جريمة وفي جلب مخدرات دي جريمة في زراعة المخدرات دي جريمة في إدارة مسكن لإطاعات المخدرات دي جريمة ولكن في جريمة أخرى برضو مجرد حيازة المخدرات أو إحراز المخدرات جريمة يعني أنا شايل في جيبي مخدرات اتمسكت بها دي جريمة طبعا بتختلف اللي بيتاجر غير المدمن طبعا العقوبات متنوعة اللي بيدير مكان بالضبط هي عقوبات المخدرات ممكن توصل من ست شهر كما في جريمة التعاطي ممكن يديره ست شهر ممكن يديره سنة تعاطي المخدرات والمتعاطي المخدرات لها عقوبة برضو جناية وبيعاقب في القانون ممكن ست شهر أو سنة أو ثلاث سنين وتصل عقوبة المخدرات فيها إلى الإعدام زي في جريمة الجلب جلب المخدرات دي عقوبتها إعدام من الحد الأدنى ده للحد الأقصر اللي هو الإعدام من الست شهر للإعدام بيتقدر عقوبة جريمة المخدرات حسب ظروف القضية الأمام القاضي وحسب كمية المخدرات المضبوطة وحسب أوراق الدعوة وملابساتها وظروفها بتختلف العقوبة ممكن عقوبة تبع عشر سنين ممكن خمسة شهر سنة ممكن مؤبت خمسة وعشرين سنة حسب حجم القضية مالهاش شروط معينة أو مالهاش حالات معينة بيحكمها القاضي اللي ينزل قضية المخدرات وقدامه القضية بكل ظروفها حجم القضية عقدته هو كقاضي جيناي لأن هي جيناية بتطمئن لعقوبة ديرا فبتختلف ولكن أقولك من بداة من التعاطي المخدرات وهي جيناية في القانون لها عقوبة حتى جريمة الجلب ويأقصها الإعدام عقوبة الإعدام بتتراوح بقى عقوبة جريمة المخدرات حسب زي ما بقول لحضرتك أوراق الدعوة وظروفها وملابسات طبعا زي ما حضرتك احنا شايفين في مصر أن المخدرات طبقة كبيرة جدا من المجتمع شباب ونساء وأطفال حتى الأطفال للوقت حاليا بدأوا يتعطوا مخدراته ويمشوا بالسجار عادي في الشارع ما في شفاء أي عالي احنا عايزين نعرف هل العقوبات على الطفل زي العقوبات التي تطبع على السيدات مثلا نفس العقوبة عادي ولا بيبقى في وضع مختلف هو احنا برضو عايزين نلفت يعني لما ذكرت الوقت بتسألني على آخر قضايا المخدرات دهما ضبطها هي في قضايا كتير ضبطت خلال اليومين ثلاثة أول ولكن أنا أصدت أتكلم على الجريمة دي تحديدا لإني دي جلب دي جاية من خارج القطر المصر عشان تدخل مصر عشان برضو نقول للناس أن البلد عشان يهدم شبابها لازم تجلب له مخدرات السلاح المخدرات ده سلاح فتاك طبعا لو عايز تحبط همم شباب وتدمر شباب وطن أنشر فيه المخدرات فإحنا لازم نعي تماما لأن في مخطط خارجي لهدم شباب هذا الوطن لأن شباب هذا الوطن هو عماد هذا الوطن وهو اللي ممكن يبني مستقبل هذا الوطن فيما يتعلق بالعقوبات إذا كان طفل هو المتهم في مخدرات أو سيدة أو رجل هي كلها عقوبات واحدة منصوصة عليها أيا كان الشخص طفل تحديدا ما هو الطفل ما هو إحنا بنتكلم على الطفل لو هو دون الثمنتشر سنة فنعتبر طفل ففيه قانون الطفل بيحكم العقوبات عندما يرتكب جريمة بصفة عامة مش جريمة المخدرات فقط أبال حضرتك طفل طفل المخدرات على اعتبال هو موضوع حلقية ما نقول لحضرتك إذا كان على الطفل نتكلم على الطفل تحديدا إذا ارتكب جريمة من جرائم المخدرات اللي أنا قلت عليها وهي جرام المخدرات زي ما قلت حضرتك عليها طعاط المخدرات فهو ارتكب جريمة طعاطي مخدرات هنشوف سنه هنا عشان نشوف مدى تطبيق العقاب المناسب عليه هل هو أقل من تمنتشر سنة وطعاطي المخدرات وبالتالي هيعتبر في نظر القانون طفل والطفل عندما يرتكب جريمة زي جريمة المخدرات أو غيرها له عقوبات حددها قانون الطفل ولا هو فوق التمنتشر سنة وبالتالي هيخضع تطبيق عقوبة عليه زيه زي أي شخص بعد سن التمنتشر وليس طفل إذا هو مش طفل فلو أقل من تمنتشر في عقوبات ولو بعد التمنتشر لا رقوبات أولا لو أقل من تمنتشر لا يجوز الحكم على الطفل في جريمة أكثر من خمستاشر سنة يعني لا يحكم على الطفل يعني لو واحد عنده أديك مثال واحد سبعتاشر سنة ثبت إنه هو مثلا جلب مخدرات إلى القطر المصري جابها من بر ده جلب وعقوبة الجلب في القانون الإعدام لا يطبق عليه الإعدام لأنه أقل من تمنتشر سنة هو طفل لا يطبق عليه الإعدام ولا المؤبد أقصى عقوبة يخدها خمستاشر سنة يقضي العقوبة دي في السجن أو في مؤسسة رعاية طالما هو دون التمنتشر ولما يكمل التمنتشر بينتقل لبقاء العقوبة يقضيها في سجن عمومي أو سجن آخر للقبار بالنسبة للقانون تجار المخدرات القانون بيرضعهم القانون المصري بيرضع تجار المخدرات والله بيطلعوا يمارسوا نشاطهم عادي برضو يعني القانون فعلا مؤثر على تجار المخدرات يعني فعلا بيمنعهم يعني تجار المخدرات بتسجن بيتمنع بعد كده والله بيطلعوا يمارس نشاطه تنة بس أقول له حضرتك حاجة الردع العام موجود والعقوبات المنصوصة عليها في القوانين قوية وردعة ولكن من يرتدع بل حضرتك فيه تاجر اللي بقول عليه تاجر يعني إيه آآ أراري معصل فهي مهنته للأسف الشديد وبيتربح منها وعند ثروات منها فممكن هو لما تطبق عليها العقوبة بيطلع بعد قضاء العقوبة بيمارس نفس النشاط ولكن ده بيضع تحت المنظر وتحت أعين رجال المختصين الشرطة عشان لو ارتكب جريمة المخدرات مرة أخرى بردو تتعمل له قضية وبيطبق عليه العقاب فمن يرتدع دي بقى نتركها للشخص نفسه هل لما بيخش السجن هنا هو ممكن لكن العقوبة راضعة العقوبة قوية العقوبات الموجودة في قانون العقوبات فيما يتعلق بغير مخدرات عقوبات راضعة وقوية لكن يرتدع أو لا يرتدع الشخص نفسه طيب بالنسبة للقانون إزاي عالج موضوع قضية المخدرات هل فيه دايما تحديث في قوانين المخدرات دايما فيه جديد في الأحكام ولا هي أحكام سابتة في القانون المخدرات ما بتضايرش لا هو طبعا قانون العقوبات تحدد وعلى سبيل الحصر كمان جرائم المخدرات الأول وحدد عقوبات جرائم المخدرات زي ما قلت لحضرتك دلوقتي ربما أصلا ما فيش عقوبة أكثر من عقوبة الإعدام فيما يتعلق بجلب المخدرات قد ضل حياتك وعقوبة المؤبد عقوبة المؤبد هي برضو الحكم في جريمة المخدرات عشان هيدك تبع عارف القانون وضع حد أدنى وحد أقصى للعقوبة تمام القضية قدام القاضي القاضي اللي بنزل القضية لقاضي محكمة الجنات ده له حرية تكوين العقيدة تكوين كمان العقيدة وإيقاع العقاب اللي يشوفه مناسب فبتختلف من دير الجنايات إلى أخرى ترجع للقاضي برضو للقاضي برضو يعني قاضي ممكن قضية مخدرات إتجار مخدرات تحديدا ديرة من دوائر الجنات تدي فيها عشر سنوات وديرة أخرى هي ذات القضية يدي ثلاث سنوات وديرة أخرى هي ذات القضية لعيب إجراء يدي براءة تقفل عقيدة القاضي فهي حسب عقيدة القاضي ورؤيته بيطبق القانون فهي ملهاش مقياس ولكن هناك حد أدنى وحد أقصى للعقوبة والقاضي بيقدر للعقوبة حسب ظروف الدعوة اللي قدامه ملابسات أوراق هذه الدعوة والأوراق والأحراز اللي فيها والكمية المخدرات المضبوطة يعني ضوابط كده بتحكم الموضوع دوت وبتخلي القاضي هو يقدر العقوبة كيفها ما شاء مستهزل حضرتك ما شوف الشيف وصل دينا الفنة شيف الشكل النهاية للتربة دلوقت حضرتك احنا شغالين فضل الأخر حاجة اللي هي اليد احنا بعمل يد بتاع الميكي مش شكلك يا إزاي ما حضرتك شاعدتك نتركتك يا ميكي هو برا عنده غين الوش بتاع أبهم به نحط اليد بتاعيتها كده دي دايما الأطفال بيحبوها يعني ونرجع لضيفنا الأستاذ مؤمن أستاذ مؤمن هل الأسباب اللي بتقدر لتعاطي المخدرات هي نفس الأسباب اللي ذكرناها في الفقرة اللي قولها من الحلقة ولا في أسباب تانية حضرتك تحب تضيفها وتعلق عليها طيب قبل ما اجاوب على سؤالك ده بمناسبة برضو الشيف والمجهود الجميل اللي بيعملوا الطفق والكلام ده احنا عايزين نتكلم يعني يجيب زهن كده وانا قاعد معاك عن اللي بيدسير مخدرات في أكل أو في مشروب دون أن يعلم ومدى مسئوليته على ارتكاب الجريمة دي نقطة مهمة جدا نقطة مهمة بحيط عليها طبعا فطبعا لو فرض أن حد ندسله مخدرات في مشروب أو في أكله وخد المخدرات هذه المخدرات أولا بتؤثر على الإدراك معروف يمكن الأستاذ اللي قبل مني كان بيتكلم على تأثير المخدر المخدر ده المخدر ده بيجعل فعلا الشخص متعاطي المخدر ده شخص تاني خالص ربما توجهه لسلوك عنيف اللي بيرتكب جريمة تحت تأثير المخدر ربما لو ما كانش متعاطي هذا المخدر أو واخده ما يأتيش هذه الجريمة أو ما يرتكبش هذه الجريمة أو لا يجرؤ على إتيان هذه الجريمة وبالتالي إذن اللي بيتدسل المخدر دون أن يعلم ربما هنا تنتفي المسئولية الجنائية قبله لأنه لا يعلم وأثرت هذه المخدرات على إدراكه ودفعته إلى ارتكاب جريمة فهو لا يعلم لكن اللي بيتعاطى المخدرات بإرطته وباختياره سواء دخان أو سواء براشيم مخدرة أو سواء حؤن ده وارتكب جريمة هو مسئول مسئولية جنائية كاملة عن فعله لأنه هنا اختار أنه هو يتعاطى المخدرات بإرطته وباختياره وبالتالي هنا إدراكه إن كان تأثر بالمخدرات لكن يسأل قانونا يسأل جنائيا على الجريمة اللي ارتكبها تحت تأثير هذا المخدر أنا بقول الكلام ده ليه لأن أنا بحكم حياة العملية أنا بشوف إن جرائم كتير في المجتمع بترتكب وبيثبت بعد كده إن مرتكبها كان متعاطي برشام أو مواخد مخدرات أو مواخد حؤن أو الكلام ده كله الشخص المدمن لو عاد المخدرات بإدراكه وعي تام وعمل جريمة بيقع على العقاب طبعا لأنه قدر وعيه أو إنه هو مثلا جاء في أكل أو مشروب ده ما بحكم سواء هو ممكن يكون عقد العزم على ارتكاب جريمة هو عايز ارتكب جريمة وعايز مخدرات تجرأه فتعاط عشان ارتكب الجريمة فهو مسئول جنائيا مسئولية كاملة أو إنه هو تعاط المخدرات وبعدين تولدت في ذهن فكرة الجريمة أو ارتكب الجريمة تحت تأثير ظروف معينة وثبت إنه ساعتها كان متعاطي باختياره فهو مسئول مسئولية جنائية كاملة عن المخدرات استفادنا النهاردة وأنا سعيد جدا بحضور حضرتك لينا وسعيد جدا بتشريف الأستاذ أهب سليمان وسعيد بتشريف الشيط عبدالله الحلوان ونتمنى أستاذ المشاهدين كنوا استفادتم من الحلقة التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر